اشتركوا في القناة 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 وكتنقز وانتا دخلت عنده ايزي بايزي خود على الليواء على بزاف وغالي تصدم باب نادم غايتسحبوك غدير شي هاكو غدير شي حاجة كيما اكتلكم الدراري اا كذلك تقدروا تماما تجن بوضع البلاس يعني البلاي مثلا كيكون البلايس 11 راجم شي حاجة ما تدورش تلج نهائيا هذا هو البلايس الخوش تربو الدراري في بلاسة اخرى باش تأكتو انها يعني مختمش غير في بلاسة واحدة مثلا اوه ايضا غيدور عليه تلج في حركة او غيدور عليه تلج باش تشي واحد ما يقدر يدخل عنده ولكن احنا غنديروا لي الخدعة وغندخلوا عنده وسط ديال تلج يعني بلان اللي هو عرب السافغي غيرتجري في حركة تحول ترجع شوية لور مهم نخليوا بينما بالمدور تلج مبارا الرأسية الدراري قلسك الريكورد هنا وكل ريكورد هنا يعني طالق الريكورد التليفون والريكورد في البيسي فنشوم البلاينا الدراري مهم هنا مصدقاش هنعودو نحاولو انتقادو الوسط بحالة كانت قادو الوسط وهنا دخلنا الخود يعني خدعة اللي هو عرب السافغي يعني اي واحد غتشوف مدور على رأسه تلج حدا الشي يترجم غتبتين تبزر بالجيتاتك شترجم وغتدخل منه وغتقدر انك تدخل عليه التلج نبلان اللي هو عرب السافغي تقول لي بحل شي هاكر يعني خدعة ديال زيت الدراري ديال هاك ده بغن نشوي الخدعة اخرى اللي حتى ينادي بسافغي هذا مرة ماشي في كلاس سكواد غيف الرومات ولا في مهم سير فايف ديال السكور ولا رومات عاديين اول حاجة غتجيب طموبيل هدو الخدعة ديال الطموبيل ويريشه لكم في الفيديو ديال البارح لما شافوهش يرجع في شي حاجة اللي ناضيتها هو مهم اول حاجة هتحول جيب الطموبيل لهذه اللي هذه البلاسة عادي بالنسبة للمنزل التراري ماشي مشكل تقدر تدير الخدعة برمودة المتطورة وبرمودة الاخرى القديمة و لا تحاول ان تجيب الطموبيل و ستدخل من هذه النافذة سوف نحاول ان نقلق على الانالوج والبلان اللي في هذه الخدعة هو انكم لا تقدروا تشوفوا الاداء و الناس الذين ينهوا في هذا المنزل وتقدروا تقتلهم من شماية سوف نوريكم كيف تقتلهم لا يمشوا نعودوا نجربوا يقدر يوقع لكم واحد البلانات في هذه الخدعة هو انكم تنقذ منه سوف تخرج الاجئة سوف نعودوا مرة اخرى و نجربوا و نجربوا و لا نطلع عندهم لا شيء لا ندخلوا الثاني و اذا كان ندخل من الزن سوف نحاول هذا مرة بعد هذه هي خدعة قدروا تقتلوا نحاول نجيب الوسط و احنا وقفناها كما تشوفوا كيف يبالينا كل شيء سوف نأخذ قنبولة و سوف نقتلهم قنبولة بحلقة و لأي حاجة عندنا نقدر نقتلهم حتى السلح كده ماجي يعني ما كانت ما هي شيء واحد باش نقدر نوريكم ان السلح كده ماجي ولكن بالقنبولة سوف تكونوا تأكدتم مئة في المئة ان هذه الخدعة تقدر تقتل بها بنادم الى كانوا في هذه البلاثة بعد الطريقة سوف نتكلم سوف نتكلم لكما يجب ان قدروا بس اول المئة لابقى خدعة التي قدروا تقرينها في لله سوف نتكلم نحاول تكلم سوف نجيب كل شيء سوف نطلع تحدث بالقنبولة من خدعة مجرد سوف تكون من الأفضل يجب عليها في Class Squad لكي ستعاونك بخصوص الدرائل الذي يلعبون بأوام ستعاونكم بثائف تبعونا هنا التلجة الثالثة في هذه الطريقة تبعونا هنا كيف يدري عنها ستصدق لكم الخدعة خدعة سهلة بثائف وكتعاون في نفس الوقت سوف نحاول نطلعه فوق الأدية الأولى نضع السكوف ونطلعه من بعد نطلعه هنا من بعد نطلعه هنا سوف نرى بشوية فوق التلجات ونرى بشوية ونطلعه هنا جهة المبنى فاكتوري سوف نحبطه هنا بنادم لا يتوقع أن هناك أي شخص من جديد آخر سوف يأتي جري لكي يرى بشوية بنادم في هذه البلاسة أو مهم سوف يتقتلون هذا سوف نحاول الآخر خدعة الدرائل التي أخبرتها في الفيديو قبل وتستطيعها في أي بلاسة تستطيعها في أي بلاسة مع الطموبيل الذحافة لا يتحرك سوف نحاول الآخر سوف نحاول الآخر سوف نحاول الآخر في أي بلاسة تستطيعها خدعة لذلك لا تفرج في الفيديو الذي قبل سوف نحاول سوف نحاول الآخر ما تشتلكين بالنسبة لدي فيديو فكنت من يكون عجبكم الفيديو وكنت من يكون أعجبكم الخدعة اليوم إلا أعجبكم الخدعة اليوم بارطاجة مع صاحبكم باش حتما يستعبدون متنسوش الدرائل لايك اشتركوا في القناة شكرا شكرا